هو صاحب الرقم القياسي لأكتر عشر أغنيات نجاحاً من ألبوم واحد في اليو كي سينجل ستارت البعض بيشوف أنه هو موهبة مميزة فهو بينتج بيغني بيكتب وفي نفس الوقت واحد من أشهر الديجيز في العالم اتعاون مع نجوم كتير زي ريانا كايلي منوغ كيتي باري في أغاني كسارة الأرقام القياسية أول ألبوم لي كان في 2007 أما الثاني ready for the weekend سنة 2009 فقدر أنه يحقق نجاح كبير جداً في العالم كله كالبين هاريس هو وضفنا النهاردة في ستارتراك على الإنستجرام عنده أكتر من 8 مليون و300 ألف فولور وهو عام الفولو لمتين تلاتة وتسعين شخص ومن آخر البوست اللي نزلها أوديو لأغنيته الجديدة Heat Stroke واللي بيغنيها Young Thug, Farrell Williams وأريانا Grandi والبوست ده أخذ أكتر من 263 ألف فيوز كمان نشر أوديو تاني لأغنية اسمها Slide عامل فيها Featuring لفرانك أوشن وميغوز وشارك متابعينه بصورة لي بنظارة شمس حمراء وعلق بما معناه المزيد قادم والصورة دي أخذت أكتر من 200 ألف لايك أما على فيسبوك فعنده أكتر من 14 مليون و200 ألف لايك ومن آخر البوست اللي نشرها هو فيديو هو بيشتغل على الأغنية وكتب بما معناه هكذا فعلت Slide والفيديو أخذ أكتر من 130 ألف لايك كمان شفنا صورة من حفلة لي في لاس بيجس وكتب ليلة الجمعة مع ضيفي المميز ترافيس سكوت أما على تويتر فعنده أكتر من 9 مليون و900 ألف فالوور وهو عامل فالو لأكتر من 3900 شخص والبوست اللي بينزلها هي نفسها على إنستجرام وفيسبوك والساونتراك الجديد Heat Stroke مش هيكون الأخير السنة دي فهو بيحضر لأعمال كتيرة جداً حينزلها ترجمة نانسي قنقر